ممكن حقيقة لو تعرف احمد ساقة ترشحني معاه في اي فيلم او مسلسل ومستعد دعمل معاه اي حاجة وبدون مقابل استخفض للعزم يا رب معاه احمد الساقة لو تعرف احمد امين قولي يوسف بيحبك وعايز يبقى فرند معاك امين يوسف بيحبك وعايز يبقى فرند معاك انا مين اصلا ماشي امين شكرا بعد ازنك واحدة بتقول لي تفخص عليك تفخص اللي هي اسفخص وتفو حب الناس حب الناس كفاية لو بتحب بقى ايه ما فيش حاجة منه حلوة نفتح الموبايل تافه ومسال للتفاهة زيك بالزبط يا باسم قمة التفاهة اه ده بيشتم باسم لا اشتم ده انا بقى ومتشتمش باسم وبمناسبة يعني وانا صحيت في يوم ده ايام كنت عامل فيديو عن مصطفى شعبان كده بتكلم عنه وصحيت تاني يوم لقيت الفيسبوك كلها الفيسبوك كله بيتكلم ان انا باسم في عمالي شير لآآ للبوست وكتب حاجة من واضح ان هي حلوة يعني كتب من الواد ده بتعرف النزع عن كلمة الواد يعني بس ماشي زي بعضه كتب ستريت فيس كوميدي زي ما كتاب ما بيقول انا شام يعني ايه بس انا واضح ان هو بيشكر يعني مادمش عاير في حد بيشكر اهو اخيرا الحمدلله يقول انت انسان جميل يا باسم ما بيكلم باسم بيوسر مش مش مشكلة ما حدش بعرفني طبعا بس انا ببقى من الشكة يعني ممكن حد يجي يعني في حد من كم يموقفني قال لانا بحب اغنيت جدا قال لرغم ان انا قاضي بس انا بحب اغنيت جدا ما فيش تعرض ان هو يبقى قاضي ان هو بسمع اغاني بس مش كان انا مش مغني اصلا هو مش عايز او هو مغني يا باكري يعني صاحبي ومعنا في البرنامج في ابو حفيزة فانا ببقى ماشيين هو وماشاء الله وشه معروف يعني لسه ببقى ماشي مش معروف فالناس بتبقى بتشوفوا عايز تصور معي فانا ببقى ادالتوا التصوير في العادي يعني ممكن تصورنا فبصورهم وبعدين هو تحس ان هم بيحسوا بالزنب جدا فيقول لي بتاع تصور يعني بتصور مع اصحابي انت مش صاحبي فبروح اتصور يعني يومها بليل بشاء الصورة فيها تاج اللي باكري هو انا معمولي كروب فبالاول يعني كنت تصور فيني فيلم مولانا مش اقل لحد ان انا طارع فيلم مولانا اصلا لانه من الظهور مغزي شوية فانا طالع في الفيلم فروم والحمد الله بس بضهري فبفتح له يعني العمر سعد فترعب ضهري فالناس عارفتني من ضهري فده كوي الناس بصور الوقتي مع ضهري فيش المشهد ده فعلا كان محتاج افا زي افاك مرسي جدا يعني عايز اقول لك ان الفتر الاخيرة الحمد لله ناس بتعرفني بس يعني بيوقفوا الصورة معايا جاء الصورة يقول لي لأ معلش لف ياخد سيلفي مع افاك فيه مي بتقول لي افاك موايز فاشخة شازة بتقول لي والله هتبقى حاجة فعالة من كوميديا رباني يوفقك كل ده من ضهري يعني ماشي الشعب المصري ده خرا بلاش زيتها مش نقصين الناس مش لاقي تاكلوا نعمة الشريفة ودي ناس رائية وهيسة وبيعملوا افرح بملايين اخرى اصدق علي انا عامل كاتب كتاب 300 جنيه في در مناسبات والله انا بعمل فيديوز كده بتكلم عن الفنانين اللي كلنا بنحبهم بس اللي هم طر بايت يعني يعني كلمت مرة عن احمد الساقة الفناني احمد الساقة طبعا يعني بعد اذنه وكلمت عن الفناني دي الجندي وكلمت عن السينابون الفناني مصطفى شعبان وتكاتب بوستة عن الاخلاق وحطوا كرمز بالاخلاق يعني كلنا عارفين مصطفى محمد صبحي ورامز الاخلاق فناش فهمت انها بالتاريق اولا بصراح كنت بالتاريق بايت الكومنتات الحمد لله برضو جيتايم لايك لصفحة خليل طبعا الخليل لو محطريش كومنت في اي بوست بقى بكلمه عندي جارو جرمان شيبرد متطعم جميع التطعمات وموصفات عالية ومش هنختلف ياريت نرجع نتكلم عن الفنانيين يعني امين كلموني عن امين والسقى براش موضوع الكلاب ده في حد يقولي انا ببيع حضرتك انا ببيع جواكت البامبر ب 380 جنيه في محلات بخمسمائة وستمائة تقول ليش ليه حصريني بالحتة دي في حد بقتلي يقولي وحشيتني ودنيتي مازن بس كده في واحد من كم يقولي طفل صغير كده كان بيلعب فقالي انت مشهور يعني اقول له ايه يعني ان شاء الله يعني مش عارب يعني في مرة واقفوا صغير باشتري حاجة وبعدين فيه اتنين واقفين بيحمسه اه هو يلا هو تاني يقول له لا مش هو يقول له ابني اوضلايا هو يقول له لا مش هو بقولك انا متأكد في بداية احمسه وانا اعمل نفسي مش واخد بالي وباشتري وبتاع وهواصل بغاية عندي لا مش هو هو امراجح